أنا عايزة أتكلم على المشاكل اللي بتحصل للجلد لأنه ناس كتيرا بعض الدكاترة ما بيبقوش بالمصدقية اللي حضرتك اتكلمت بيها دلوقتي وبعض الناس بتروح بوزن زايد ويقولولهم آه انتو ينفع معاكو الشفط عادي خالص بنشوف بقى للأسف أنا بشوف على فيه جروبس كده على فيسبوك بنات عملوا الموضوع ده وللأسف منظر الجلد بشع وبعدين بقى الدكتور بقى بيروح ايه ساعتها بالذات لو من الدراع يروح قصص الجلد فيبقى الدراع فيه زي علامة كبيرة قوي كده ايه مكان ما قصص وخيط حاجة صعبة أنا معاك طبعا إيه الحل وإيه العلاج يعني اللي كان المفروض يتبعوه في البداية لأن أعتقد حتى الدايت هيسيب تراهل في الجلد وهل في علاج تاني غير أن أنا قصص وكده ولا يعني تمام هو مبدئيا المريض لازم يتحرى مين اللي هيروح له في تخصص جراحة التجميل في عندنا في مصر الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح تمام؟ فدية المجموعة اللي في الجمعية دي دية اللي تأمل أن أنت تعمل عندها أي عمليات تخص جراحة التجميل دي أول نقطة النقطة التانية الجلد بيبقى فيه زي الأساتيك موجودة طبيعية عندنا وبتفضل بقيمتها وقوتها لو أنا ما بخسش وبزيد ما بخسش وبزيد لأن كل ما بتخسش وبزيد بتقطع في الجلد اللي هو الأساتيك اللي موجودة داخلية فيه وبالتالي لو إحنا جينا عملنا شفط دهون مرونة الجلد هتبقى ضعيفة جداً وهيبقى فيه تراهل شديد ومش هترجع كما كانت طيب بدأنا أن احنا تضاف بعض الأجهزة الحديثة عشان نحسن شد الجلد بدل ما نقص جراحي لكن ليه برضو حدود الأجهزة اللي طلعت دي زي ممكن استعمل الليزر استعمل الموجات فوق الصوتية ودي بتساعدنا على شد الجلد بس بشرط أن لو أنا مثلاً في الدرعات وفي كمية دهون كتيرة وعايزين نشيلها ما يكونش المريض عمل تكميم أو عمل بيخسه وبينزل في الوزن وبيطلع تاني بيطلع مرونة الجلد تكون محتفظة بيها لأن الليزر أو الألتراساون بيبقى ليه صفة أنه هو بيعمل نوع من التنبيه ليه اللي هي الأساتيك اللي موجودة في طبقة الجلد وبالتالي بتبقى المرونة بتاعته حالي فهنا حلت مشكلة الترهل بعد شفط الدهون بس بشرط ما يكونش عامل تكميم لأنه هو التكميم غالباً هيبقى اللي هي السمنة المفرطة اللي كان المريض قاعد فترة طويلة فمرونة الجلد تبقى ضعيفة جداً في الحالة دية لازم يتعامل أصل الجلد للناس اللي خست بعد تكميم أو اللي هم كانوا عاملين ضاية شديد قوي وكانوا بيزيدوا يخسوا في الوازن اللي هي مرونة الجلد بتاعتهم هتبقى ضعيفة ومش مضمونة تتشد حتى مع الألتراساون أو مع الليزر تمام؟ فهو الاختيار من الأول بتاعة الطريقة لازم المريض يكون عارفة يعني لا يفاجأ بيها يعني ما ينفعش مثلاً نيجي نعمل شفط لبنطقة البطن وهي فيها تراهل واضح جداً مش هيتحسن وبالتالي هو لازم يبقى فيه نحت وشفط للدهون بالإضافة لاستقصال جراحي عشان يبقى فيه شد للجسم ترجمة نانسي قنقر